موسيقى أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم في واشنطن صدق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون التجارة مع إسرائيل بما فيها المستوطنات رغم أنه يتعارض مع السياسة المعلنة للإدارة الأمريكية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي هذه القضايا أخرى نتحدث بها في هذه الحلقة من ملف اليوم والتي نتحدث من خلالها إلى ضيفين في القدس عفوا في بيت اللحم وأيضا في غزة في محافظتنا الجنوبية حيث ينضم هنا من غزة دكتور عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي أهلا بك معنا دكتور عبد الكريم ومساء الخير لكم ومن بيت اللحم معنا دكتور محمد فرحات الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم ضيفين في غزة وبيت اللحم ونذهب إلى هذا التقرير قبل بدء الحديث في هذه المصادقة للرئيس الأمريكي على قانون التجارة مع إسرائيل بما فيها المستوطنات رغم المخالفة الصريحة لهذا القانون لمواقف الإدارة الأمريكية سابقا ولاحقا لقضايا الاستيطان والقدس نبقى معكم هذا التقرير على عكس مواقف الإدارة الأمريكية المعلنة التي عبرت فيها أن الاستيطان غير شرعي أقدم الرئيس باراك أوباما على خطوة مغايرة من خلال التوقيع على قانون التجارة مع إسرائيل بما فيها المستوطنات ضاربا بعرض الحائط القوانين الدولية كافة مرة ثانية تعطى إسرائيل جائزة لسرقتها أرض الشعب الفلسطيني تعطى إسرائيل المزيد من الدعم لكي تخالف وتحطم الاتفاقات التي وقعتها مع منظمة تهريف الفلسطينية بشهادة الولايات المتحدة وفي البيت الأبيض التي سميت بعد ذلك بالاسم العام اتفاقات أصله القانون الذي سنه الكونغرس جاء للحد من حملات المقاطعة لإسرائيل خاصة بضائع المستوطنات بعد اتساعها في الولايات المتحدة رغم أنه يتعارض مع سياسة واشنطن المعلنة التي تعتبر أن الاستيطان غير شرعي ويقوض حل الدولتين هذا بالطبع تراجع سياسي خطير في السياسة الأمريكية بحيث أن السياسة الأمريكية كانت تعتبر المستوطنات عقب في طريق السلام وغير شرعي طوال العقود الماضية وهذا اعتراف عمليا بشرعية الاستيطان الكونغرس الأمريكي كما نعلم فهو إسرائيلي أكثر من الكنيسة وبالتالي صهيوني أكثر من الكنيسة ولعل الملفتة للنظر أن تلك الخطوة جاءت في وقت تبذل فيه جهود دولية حثيثة لإحياء العملية السياسية المتعثرة نتيجة التعنت الإسرائيلي وتهرب تل أبيب من استحقاقات عملية السلام توقيع الرئيس الأمريكي بارك أوباما على قانون التجارة مع إسرائيل بما فيها المستوطنات هو محاولة لإجهاض حملة المقاطعة الدولية المتنامية في معظم أرجاء المعمورة خالد مطاوع تلفزيون فلسطين رام الله شكرا لزمير خالد مطاوع لهذا التقرير ونعود إلى ضيفينا في غزة وبيت اللحم دكتور عبد الكريم شبير بداية لطالما كان الاستيطان العقبة الأساسية الكأداء في وجه أي تسوية سياسية أو سلمية وكان هذا الموقف المعلن للإدارة الأمريكية برأيكم ما الذي تغير حتى يتم الحديث عن قانون أو إقرار لقانون التجارة مع إسرائيل بما فيها المستوطنات بما يتعارض كليا مع المواقف المعلنة على الأقل للإدارة الأمريكية حيال موضوع الاستيطان دعنا نقول في البداية أن هذا القانون هو تشريع سياسي بامتياز ضارب عرض الحائط القرارات الأممية التي صدرت من الأمم المتحدة وصدرت من مجلس الأمن وأيضا صدرت في اتفاق روما التي اعتبر أن الاستيطان هو جريمة حرب اليوم والرئيس أوباما يعلن ويؤكد للعالم كله أن رغم الهجومات الشرسة التي يقوم بها رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني بن يمين نتلياهو على الاتفاق الأخير النووي الذي قام بتوقيعه إلا أنه اليوم يقف ضعيفا أمام الكونغرس وأمام اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة أيضا هناك رسالة أخرى يريد أن يوجهها السيد أوباما بأن ما حدث في الاتحاد الأوروبي في الأسبوع القليل الفائتة هو يعني يعتبره بأنه مخالف للسياسة الأمريكية ومن ثم لابد من توجيه رسالة لهذا المجلس بأن لا يقوم بتقنين قوانين باستيراد البضائع الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات لأن المستوطنات أصلا محرمة دوليا ومجرمة دوليا وهي تعتبر جريمة حرب اليوم هذه الرسالة أصبحت واضحة للأمة العربية أيضا بأن الداعم الاستراتيجي لدولة الاحتلال الصهيوني وعلى رأس هذه الإدارة السيد أوباما يقول بأن على الأمة العربية اليوم أن تتعامل بالمصالح كما تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المصالح تعتبر أن وجود دولة الاحتلال الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط هي مصلحة ضرورية ومصلحة أمنية ومصلحة عسكرية واقتصادية وسياسية لذلك نحن نعتبر هذا القانون هو قانون باطل لأنه يخالف القانون الدولي الإنساني لأنه يخالف الاتفاقيات الدولية لأنه يخالف كل الحقوق التي شرعنتها المواثيق الدولية بالنسبة إلى الشعب الفلسطين طيب دكتور محمد فرحات في بيت لحم الكاتب والمحلل السياسي بما أن هذا القانون هو باطل ومخالف لكل الشرائع ومخالف لكل القوانين هل هذا من وجهة نظركم يعد تراجعا سياسيا في مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية في المنطقة حيال القضية الفلسطينية ربما بما تصفه أنت لا وأستاذ إذا تسمح لي يبدو أن لدينا سوء فهم يتكرر في قراءة الموقف الأمريكي كيف تكرر أنت هذا موقف؟ نعم نعم الولايات المتحدة الأمريكية على مدار ستين عاما على الأقل كان لديها التزام حاسم إيديولوجي عقائدي سياسي وإستراتيجي بإسرائيل فكرة ومشروعا ودولة نعم وسياسات وممارسات وبالتالي هي لم تتراجع في هذا الأمر يعني الولايات المتحدة الأمريكية تثبت من خلال كل مواقفها ومن خلال كل سياساتها بأنها لم تتراجع في هذا الصدد وبالتالي الخطوة الأمريكية منسجمة وهذا القرار من وجهة نظر معينة قد يتعارض أو هو يتعارض بالتأكيد حتى مع الموقف المنافق للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المستوطنات الملكة تقول أن أغلب المستوطنات أو بعض المستوطنات اسمح لي دكتور الموقف الذي تسوقه الإدارة الأمريكية في كل لقاءاتها واجتماعاتها على الأقل نتحدث عن ما هو معلن وليس ما هو مخفي أن الاستيطان هو العقبة الأساسية في طريق أي تسويس المية بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا موقف الإدارة الأمريكية الآن هناك مصادقة للرئيس الأمريكي بارك أوباما على التجارة مع إسرائيل بما فيها المستوطنات هناك ثغرة هناك تغير الكل يدرك مواقف الإدارة الأمريكية عبر أكثر من ستين عام ولكن الوضع اليوم هناك لعب على المكشوف كما يقال كيف تقرأ المشهد وأنت المتابع لهذا الموضوع وموضوع أخرى نعم نعم الموقف الأمريكي المنافق ويجب أن نشدد على كلمة منافق بخصوص المستوطنات ولا شرعيتها لا يعني في السياسة شيئا لأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية الدعم استراتيجيا وسياسيا ومعنويا لإسرائيل وسياساتها وخياراتها بما في ذلك خيارات تدعيم الاستيطان وتعرف الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر جيدا إذن علينا أن نقرأ الطبيعة المنافقة للموقف الأمريكي لأنه لم يكن لديه أدنى قيمة حتى في تحريك أو تطوير موقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التسوية السلمية يعني لم نرى موقفا أمريكيا صريحا صارما معبر عنه سياسيا فيما خص الاستيطان باستثناء الإعلان أن المستوطنات عقب في طريق التسوية وليست شرعية باستحاء وبالتالي لا يمكن الحديث عن تراجع خطير في السياسة الأمريكية من خلال هذا القانون يمكن الحديث لأنه وين كانت الولايات المتحدة حتى تتراجع هل كانت قريبة من الحقوق الفلسطينية هل ابتعدت عن المنطق الإسرائيلي في رؤيتها للمشاكل والحلول كي نقول بأنها تتراجع على نحو خطير هو تأكيد جديد على موقف قديم للولايات المتحدة الأمريكية بخصص إسرائيل والذي يدعم سياسة إسرائيل في كل الصعود وفي كل المستويات ويدعم أيضا سياسة إسرائيل التي تقوم على الاستيطان باعتبارها استراتيجية أساسية في خيارات دولة إسرائيل المشكلة في نظرتنا لما تقوم به الولايات المتحدة نعم طيب سنتي على ذكر ذلك دكتور عبد الكريم شبير إذن لم يتغير شيء في الموقف الأمريكي وأن أصلا إسرائيل هي دولة قائمة على الاستيطان والمستوطنات ولطالما كانت المواقف الأمريكية غير المعلنة تدعم بطريقة أخرى مواقف إسرائيل ولم يتغير شيء هل تعتقد بصراحة أن هذا يعني تحصيل خاصل كان يحدث والآن هذا التصريح إنما هو إشارة بسيطة لمواقف متراكمة تشير إلى أن هناك اهتمام كبير وتبني للسياسات الإسرائيلية من قبل واشنطن لا دعني أقول لك بأن هناك تغير لدى الإدارة الأمريكية بدل أن يكون اللعب على المكشوف في السياسة أصبح أيضا اللعب على المكشوف في التشريعات والتقنينات العنصرية التمييزية الإحلالية التي تدعم الاستيطان الإحلالي لابد أن نؤكد اليوم أن هذا القانون عندما يشرعن في الكونغرس الأمريكي يصبح ملزما لكل الإدارات التي ستأتي فيما بعد ولكل الرؤساء ولكل الوزراء الذين سيتون من بعد ولذلك هناك نقول أن هناك تشريعيا قانونيا دستوريا هناك تغير في السياسة الأمريكية هو تغير لمصلحة دولة الاحتلال الصهيوني وضد السياسة والتأمل أو الحق الفلسطيني بأن يكون من حقه أن يتأمل بأن يكون له كيان سياسي ودولة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 اليوم هذا القانون يفجر مشروع الدولتين ويضع مشروع الدولتين في مهب الرياح ويؤكد للعالم كله عربا وعجم أوروبيين أمريكان أفارق السيويين بأن القضية الفلسطينية الآن لا يوجد أي بريق أمل في تسوية سياسية وهذا ما تحسمه القوانين الأمريكية الداعمة والمساندة إلى دولة الاحتلال الصهيوني نحن نقول اليوم من خلال هذا البرنامج من خلال هذه الفضائية على المجتمع العربي وعلى المجتمع الأوروبي أن يتعامل مع هذا القانون بأنه قانون عنصري بأنه قانون مناقض لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مناقض للقانون الجنائي الدولي وأريد أن أقول كلمة مهمة أن أمريكا ودولة الاحتلال الصهيوني عندما انتشأ نظام روما أستاذ العزيز كان هناك موافقة مبدئية من الدولتين دولة الاحتلال ودولة الولايات المتحدة ولكن عندما عرفوا أن الاستيطان أصبح في نظام روما جريمة حرب رفضا أن يوقعا وأن يصادقا عليه وانسحبا من هذه الاتفاقية نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي داعم على سبيل الخصوص والتحديد إلى الكيان الصهيوني إلى الدولة الإحلالية في الأرض الفلسطينية ولكن كانت تقول أن ما كان قبل 67 ندعم بهذا الاتجاه بأن حق دولة الاحتلال أن تدافع عن نفسها داخل حدود ما قبل 67 ولكن اليوم جاء هذا القانون أيضا عن كل المستوطنات التي جاءت بعد 67 أصبحت مشروعة لدولة الاحتلال وامتداد طبيعي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية والبرلمان الكونغرس الأمريكي بأن من حق الإسرائيليين أن يتصرفوا في الأراضي التي تم احتلالها بعد عام 1967 وكانهم يقولون أن كل الاتفاقيات السلام التي عملت سواء كان ديفيد أو اتفاقية أوسلو أو كل الاتفاقية التي تم توقيعها أصبحت كلها في مهب الريح ولا أساس لها على الإطلاق وهناك مشروع جديد يراد به أن يمر في المنطقة وهو إقامة كيانات صغيرة كانتونات صغيرة في الأراضي الفلسطينية تقوم سيطرة دولة الاحتلال عليه من ناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية وفيها تنقلات أبناء الشعب الفلسطيني يقومون بتقييد حركتهم هذه قوانين انتهازية قوانين عنصرية قوانين تكون مناقضة للقانون لا بد أن يكون هناك للأمم المتحدة موقفا وللمجلس الأمن موقفا وللمنظمات الإقليمية أيضا موقفا قانونيا من هذا القانون ومن مثل هذه القوانين التي يتم شرعنتها وتصديرها من الولايات المتحدة التي تدعي أنها حامية القانون وتدعي أنها ملتزمة بسيارة القانون وتدعي أنها حاملة الاتفاقيات وهي التي تدعو إلى محافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق المدنيين نعم وضحت فكرة دكتور محمد فرحات هل تعتقد بأن هذا القانون الجديد الذي حضي بمصادقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جاء للحد من حملات المقاطعة المتنامية لإسرائيل المقاطعة للاستثمارات والتجارة والبضائع الإسرائيلية هل تعتقد أن بصراحة هذا جاء لقطع الطريق على مثل هذا التحرك الذي بات يلاقي قبولا دوليا دون أدنى شك لا يمكن فهم الخطوة الأمريكية مثلا بمعزل عن الموقف الأوروبي المتصاعد في هذا الاتجاه وبمعزل عن الوضع الذي تعاني منه إسرائيل كدولة احتلال أخلاقيا وسياسيا على المستوى الدولي دون أدنى شك الجوانب المعنوية في هذا الموضوع عالية الحضور بالإضافة إلى الجوانب السياسية والاستراتيجية والعقائدية ولكن يتعين علينا أن نعود إلى الإحداثية المركزية كفلسطينيين نعم وهي أن لا نستمر في إساءة فهم الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي من إسرائيل موقف منسجم وبحثنا عن ثغرات أو تباينات أو تفاوتات مسألة تخصنا ولا تخص أمريكا أمريكا تعلن بوضوح يعني مثلا إذا بدنا نفهم التشريع في الكونغرس لهذا القانون هو ارتفاع في النسبة وليس في الدرجة يعني السياسة الأمريكية لم تكن بحاجة إلى تشريع ذلك في الكونغرس ولكن لأسباب واعتبارات مختلفة معنوية وسياسية ترتبط بتأكيد السياسة الأمريكية في المنطقة وبوضع إسرائيل المتزازع نسبيا مكانة إسرائيل سورة إسرائيل يذهبون في رفع نسبة الموقف وليس درجته يعني لم يحصل تبدل أمريكي جوهري يعني لم يتراجع الأمريكان بخصوص التزامات قطعوها للفلسطينيين لأنهم لم يقطعوا التزاما لنا بدليل المعطيات من كامب ديفيد إلى واي ريفر والولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن التزاما حقيقيا سياسيا بشأن مسألة الدولتين وحتى بشأن الاستيطان قالت موقفا منافقا يجب أن نقف كثيرا عند صفة المنافق في الموقف ولكنها لم تتبع ذلك بمواقف سياسية فعلية من شأن تردع إسرائيل حتى في هذه الجزئية المسألة محورية وحاسمة في حياة دولة إسرائيل وبالتالي يعني يتعين من جديد أن نعيد قراءة الموقف الأمريكي في حقيقته وليس كما نتمنى أو نفترضه طيب ما هي السبل برأيك دكتور محمد فرحات لمواجهة مثل هذه المواقف السياسية المعلنة منها وغير المعلنة إذا ما نظرنا إلى أن على الأرض كل ما يحدث هو يأتي في إطار دعم وإسناد حقيقي للسياسات الإسرائيلية رغم مخالفتها لكل الشرائع والقوانين الدولية شوف ليس لدى الفلسطينيين والقوى الحية في المنطقة في مواجهة السياسة الأمريكية التي تواصل قديمها في ظل ظروف ومتغيرات وأوضاع جديدة ليس هناك من إمكانية سوى الصمود بالمعنى العميق للكلمة وحشد كافة القدرات والطاقات والاغتنام السياسي الذكي يعني خلينا أنا وياك أن نتأمل من خلال مواقعنا البسيطة إن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الضغط عالية ولكن قدرة وهذا ما يجب أن نلحظ ونلمح ونغتنم ولكن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الفرض لا تتناسب مع قدرتها على الضغط قدرتها على الضغط عالية ولكن قدرتها على الفرض أقل من ذلك بكثير هذا جراء متغيرات سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لم تكن في العمق هي من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية يعني كان عليها أن تنتهج مقاربة أخرى في فهم قضايا المنطقة والتعاطي مع ملفاتها وحقوق شعوبها هي كانت منحازة وهذا الانحياز كان إديولوجيا وأثر في السياسة وأثر في الاستراتيجية ونحن نعرف تدعم من في المنطقة وتقف مع من في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تعيش في المنطقة لحظة اندحار حرجة لحظة حقيقية نوع من غل اليد جراء ظروف ومتغيرات ومعطيات كثيرة بأصلها إجاءت من عقم وبؤس ورداءة السياسة الأمريكية المتبعة في المنطقة هذا تطلب خيالا سياسيا من القوى المعنية أن ندرك الفرق بين قدرته على الضغط وقدرته على الفارض واثنين أن نرى الروافع الإقليمية والكونية القادرة على ثاني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية سواء في المنطقة أو على المستوى الكوني ووضع أنفسنا في سياق من رؤية عامة تغتنم كل طاقة ممكنة لإحراج وإجبار وإلزام سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية على أن هناك مقاربة أخرى يتعين أن تنتهجوها في رؤيتكم للمشاكل والحلول لأن السياسة الأمريكية في المنطقة تثبت عقما شديدا لدولة تمتعت وضع لم تتمتع به أي دولة عظمى في القرن العشرين والواحد والعشرين على الأقل وبالتالي المسألة تكمن هنا كيف نصمد وكيف نحشد وكيف ننتظم وننظم طاقات وقدرات في سياق نحن لا نحط حد للولايات المتحدة للأمريكية نحن نحصل على حقوقنا ضمن هذا المنظور ولكن إذا كان حصولنا على حقوقنا تطلب إمكانية وضع حد وفي إمكانية لوضع حد يكثر خير الوضع أقل على الأقل أن يكون جبهة فلسطينية واحدة موحدة في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية الأمريكية المتعاونة على أي حال دكتور عبد الكريم شبير كيف تنظر هل يدفع الفلسطينيون ثمن هذا الانحياز الأمريكي عبر عقود طويلة من الزمن إلى متى سيستمر هذا الحال وماذا بوسعنا كفلسطينيين أن نفعل على أرض الواقع لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية أولا والتي تحظى بدعم أمريكي في كثير من الأحيان ثانيا بغض النظر كان ذلك معلنا أم سرا دعنا نقول لك أستاذ العزيز أن سياسة القطب الواحد وأن كل المصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية أصبحت في يد الولايات المتحدة الأمريكية وهي المتصرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط دون منازع من أحد جعلها تتفرد في السياسات الخارجية والداخلية جعلها تتفرد في الدعم اللاجستي والمعنوي والسياسي والعسكري والأمني لدولة الاحتلال على مرأة ومسمع من الجميع نعم نحن يعني أنا أقول أن هذه خطوة تؤكد المؤكد لدى أبناء الشعب الفلسطيني ولدى القيادة الفلسطينية بأن هذه الإدارة وأن الكونغرس وأن أدوات السياسة التي تصنع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي وزنا ولا حسابا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في المنطقة ولا حتى في طرح حلول حقيقية لإنهاء الأزمة أو إنهاء الصراع وكأنهم يعشقون الفكر الصهيوني وهو الذي يتحدث عن إدارة الصراع وليست إنهائه كيف يمكن أن يتم إدخال الفلسطينيين من مفاوضات إلى مفاوضات من مرحلة إلى مرحلة دون أن يضع حلولا حقيقية لتقرير مصير الشعب الفلسطيني لإقامة دولته وكيانه كباقي شعوب العالم لإعادة اللاجئين المهجرين على مدة عشرات السنين وهم يعني يرون ويشعرون بهذه المعاناة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الاستيطان الذي أصبح هو غول يأكل ويقتدم الأراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات الفلسطينية ووضع القوانين العنصرية والصهيونية أصبح اليوم هذا كله الآن مكشوف للعالم كله العالم الأوروبي العالم الأمريكي العالم الأفريقي العالم الآسيوي العالم العربي والعالم الإسلامي لكن ماذا يجب علينا نحن كفلسطينيين بداية على الصعيد المحلي أن نفعل أنا أقول من خلال هذه الفضائية الوطنية بأن أولا على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بكل فصائله بكل حركاته مؤسسات المجتمع المدني الخبراء الوطنيين الإعلاميين المثقفين عليهم أن يجتمعوا حول رؤية وطنية استراتيجية على مدار الصراع مع دولة الاحتلال كيف يمكن إدارة هذا الصراع للوصول إلى أفضل النتائج بأقل وقت وبأقل جهد أقول اليوم علينا أن ننهي الانقصام البغيط الذي أصبح هو استراتيجية لدى الكيان الصهيوني في تعميق هذا الانقصام وبواعز وبدعم أمريكي وعندما يجدون أي قوة إقليمية أو أي قوة دولية تحاول أن تصلح بين الأشقاء في الوطن الواحد سواء كانت في حركة حماس في حركة فتح تجد أن المعوقات والتحديات توضح حتى يستمر هذا الانقصام ولا ينتهي لذلك علينا أن نقدم المشروع الوطني على أفكارنا الحزبية على رؤيتنا الحزبية لأن أقول دائما قاعدة فقهية وقانونية أن مصلحة الجزء يجب أن لا تقدم على مصلحة الكل بمعنى أن مصلحة الكل لا بد أن تقدم على مصلحة الجزء مصلحة الوطن مصلحة الشعب الفلسطيني الكل الفلسطيني لا بد أن تقدم على مصالح الأحزاب لأن هذه الحزاب والعركات والقصائل إن وجدت لتحرير فلسطين وتقرير المصير وإقامة الدولة وإعادة اللاجئين وتحرير القصة كيف لنا اليوم ونحن منقسمين نحقق هذه الأهداف وهذا يؤسس بصراحة إلى موقف وطني فلسطيني قوي وجاهز للمواجهة مع السياسية في أي مرحلة أخرى قادمة أشكرك بكل الأحوال الدكتور عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي أقول لك بس جملة أيضا على الصعيد الإقليمي نعم سريعا لو تكرمت عندنا الآن لجنة في جامعة الدول العربية من وزراء الخارجية يتابعون القضية الفلسطينية وهم مستعدون لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية علينا بعد إنهاء الانقسام ووضع هذه الاستراتيجية الوطنية أن نتفق مع هؤلاء الوزراء العرب لكيفية تسويق قضيتنا في هذه المؤسسات نعم سيكون هذا فيه حديث علينا أن نذهب فورا لملاحقة الاحتلال الصهيوني نعم سنفرد مساحة في محكمة الجنائية الدولية عن كافة الجرام التي اقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الاستيطان طيب جريمة الاستيطان لابد اليوم أن تنظر أمام المحافل الدولية وخاصة المحاكمة الدولية والقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية نعم أشكرك دكتور عبد الكريم الشبير ستفرد مساحة كاملة لتغطية هذه القضية وقضايا أخرى لها علاقة بهذا الموضوع في حلقات أخرى قادمة حتى هذه اللحظة لكم التحية والتقدير الدكتور عبد الكريم الشبير الخبير في القانون الدولي كنت معنا من محافظاتنا الجنوبية لكم التحية والتقدير وأيضا الشكر للدكتور محمد فرحات الكاتب المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من بيت لحم ضيفين العزيزين لكم التحية والتقدير هذه تحياتي وفريق العمل لكم دائما التحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر